بسم الله الرحمن الرحيم الحالي كما اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات نوجزها أو نوجز بعضها في هذا البيان الإعلامي المختصر أولا وافق مجلس الوزراء على تخويل السيد وزير المالية أو من يخوله صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن منحة المملكة العربية السعودية لمشروع ترميم الأجنحة المتضررة في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد ثانيا اقرار توصيات محظر الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الأمر الديواني 45 لسنة 2018 المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة هذا القرار أحد القرارات التي تعالج موضوع المستشفيات التي أبرمت عقودها في فترات سابقة واللجنة الأمر الديواني المذكورة عنفاً هي لجنة خاصة برئاسة سيد وزير التخطيط لجنة خاصة لمعالجة هذه الحالات كموافق مجلس الوزراء على تخويل مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل ومنظمة التعاون الإسلامي استناداً إلى أحكام المادة 80 سادساً من الدستور كما وافق مجلس الوزراء على أقرار الستراتيجية الوطنية للتنمية للطفولة المبكرة في العراق 2022-2031 وتتولى هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع آليات وخطط لتنفيذ الستراتيجية المذكورة عنفاً لغرض عرضها على مجلس الوزراء في الحكومة القادمة كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية دراجة ذات عجلتين 50 ألف دينار دراجة ذات ثلاث عجلات 150 ألف دينار شكراً